اهلا بكم لا تتفاجأ حين يقال لك ان التناول المفرط للسكريات يتسبب في الاصابة بالسكري والافرط من تناول الملح يسبب امراض ضغط الدم وخلال شهر رمضان يكثر استهلاك الحلويات والمقبلات المالحة التي لا تخلو منها مائدة رمضان فكيف يمكن ضبط معدلات السكر والملح التي يحتاجها الجسم في هذا الشهر؟ هناك كميات من الملح والسكر ينصح المختصون بتناولها الملح يحافظ على توازن نسبة السوائل بالجسم يعالج التهابات اللثة ويساعد على تبييض الاسنان يحتوي الملح على مادة اليود التي تمنع تلف الخلايا كما ينظم عمل الجهاز الهضمي وفي حالة التسمم ينظف الملح المعدة طاردا السموم خارج الجسم لكن في المقابل يؤدي الاكثار من تناول الملح إلى مخاطر عديدة قد تتسبب بها شاشة العظام ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكفة القلبية إضافة إلى مشاكل بالكلة والغدة الدرقية من عدات الجزائريين خلال شهر رمضان الاكثار من استهلاك المخللات والمقبلات المليئة بالملح التي تتسبب بجفاف الجسم عبر قدرتها على امتصاص السوائل من الجسم والنتيجة ارتفاع حدة الشعور بالعطش خلال ساعة الصيام السكر هو الآخر له إيجابياته وسلبياته يمنح السكر الطاقة اللازمة التي تعمل كمخزون أثناء الصيام لكن الحلويات التي نستهلكها في رمضان كازلابية بمختلف أنواعها القطيف وغيرها من الحلويات تعتبر سكريات سريعة الاحتراق أي أنها تمد الجسم بالطاقة الفورية التي لا تدوم طويلا الفواكه هي التي توفر السكر الذي يستفيد منه الجسم لاحتوائها على قيمة غذائية عالية وسعرات حرارية أقل الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر كطبق الحملحلو أو الحلويات كازلابية وقلب اللوز تعتبر مصادر غنية بالسعرات الحرارية لكنها فقيرة بالقيام الغذائية هناك بعض من النصائح يمكن الأخذ بها للتقليص من مستويات السكر والملح المداومة على أكل الثوم لما له من فائدة في ضبط مستويات السكر في الدم يمكن إدماجه في الصلطة كما ينصح بتناول البصل لما له من فائدة في التقليل من تراكم الأملاح استعمل ملعقة من القرف يوميا في الطعام يمكن مثلا إضافتها في الشربة أو الحساء تناول الألياف لأنها تساعد على تبطيء عملية امتصاص السكر الألياف نجدها بالسلق، الصلطة، اللفت والخرشف، الكرمب وغيرها من الخضر أما عن الفاكهة فنجدها بالتوت، الإجاز، التفاح، الفرولة وغيرها الأطعمة الغنية بالألياف تحتوي على نسبة منخفضة من الملح الزعتر والبقدونس، الزنجبيل والكمون من التوابل المنصوح باستعمالها لعدم احتوائها على السوديوم مع الحصول على نكهة مميزة للطعام من المعروف أن التناول المفرط للسكريات يحفز الإصابة بداء السكري غير أن الجراح الفرنسي فرانسوا باتو أكد أن الملح يحفز كذلك الإصابة بداء السكري فكلما زاد تناول الملح، زادت مستويات السكر في الدم السبب هو التأثير على عمل الكبد في امتصاص الجليكوز يعرف اليوم الملح والسكر بالسموم البيضاء نظرا لأدرارهما على الصحة فالإكثار من تناولهما يسبب مشاكل بالجهاز الهضمي ويقضي على البكتيريا النافعة والهاضمة في الأمعاء العديد مننا قد يكون معرضا للإصابة بأمراض مزمنة والإفراط في تناول الأبيضين يضر بسحتنا ويحفز الظهور السريع لهذه الأمراض لذا يجب الانتباه لما نستهلكه خلال شهر رمضان بتجنب الإفراط في السكر والملح والتحليب العقلانية في استهلاك المواد الغنية بهما صحف توركم وتبقى صحتكم بخير